موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي مع مدة التربية الدينية الإسلامية في الفصل الدراسي الأول النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض مع المحور الثاني العالم من حولي قص مع قيدة قصة عبدالله بن مسعود الغلام المعلم تعالوا نشوف القصة بتتكلم عن إيه كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مثل الكثير من غلمان قريش يعمل في رعي الأغلام وذات يوم رأى شيخين يتجهان نحوه وهو قد بدأ عليهما الجهد فسلم الشيخين على ابن مسعود رضي الله عنه وقال له يا غلامه احلب لنا من هذه الشيخ ما نطفئ به ضمانا فرد ابن مسعود رضي الله عنه لا افعل فالغنم ليست لي وانا عليها مؤتمر النهاردة يا أصدقائي ان شاء الله ان شاء الله هناخد قصة جديدة عن شخصية جديدة في مادة التربية الدينية وهو عبدالله بن مسعود الغلام المعلم عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كان مثل الكثير من غلمان قريش كان يعمل في رعي الأغنام وفي يوم من الأيام اتجه إليه شيخين وكان الشيخين يبدو عليهما الجهد أي التعب فسلم الشيخين على عبدالله بن مسعود وقالوا له يا غلام احلب لنا هذه الشياء هم طالبوا منه ان هو يحلب لهم أحد الأغنام علشان يشربوا منها لأنهم كانوا عطشانين جدا فرد ابن مسعود رضي الله عنه لا أفعل فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن فعبدالله بن مسعود أخبرهم بأن هذه الغنم ليست ملكا له وان هو مؤتمن عليها يعني هي بتاعة حد وهو بيرعاه وبياخد باله منها فيما ينفعش طبعا من الأمانة ان هو يشربهم من حاجة مش بتاعته وليست ملكه يلا نكمل قصتنا لم ينكر الرجلين قوله وبدأ عليهم الرضا ثم قال أحدهما دلني على شاة صغيرة في السن لم ينزل عليها اللبن فأشار ابن مسعود رضي الله عنها إلى شاة صغيرة فتقدم منها الرجل وأخذ يمسح عليها بيده وهو يذكر عليها اسم الله فنظر إليه ابن مسعود رضي الله عنه في دهشة وقال في نفسه ومتى كانت الشياه الصغيرة تدرق التدربين لا لا بنا هنا يا أصدقائي بقى الرجلين اللي هم الشيخين طبعا لم يعترض على كلام عبد الله بن مسعود لأنه كلام صحيح هي شيء ليست ملكه هذه الشياه ملك أحد آخر وهو يكون برعايتها فلا يصح أن يعطيهم منها فقال أحد الشيخان دلني على شاة صغيرة في السن قال له شاور لي على شاة تكون صغيرة في السن أحد الأغنام تكون صغيرة لم ينزل عليها اللبن احنا عارفين طبعا أن الأغنام وهي صغيرة ما بيكونش عندها لبن فطبعا عبد الله بن مسعود شاور على أحد هذه الأغنام فتقدم إليها الرجل وآخذ يمسح عليها بيده فضل يحط إيده عليها ويمسح عليها بيده وهو يذكر اسم الله فنظر إليه بن مسعود رضي الله عنه في دهشة كان مستغرب جدا من اللي الرجل بيعمله وقال في نفسه ومتى كانت الشيات الصغيرة تضر لبن كيف هي الشيات الصغيرة تضر لبن تعالوا نكمل أحدها سكستنا ونفهم ما حصل لكن ما لبثت الشيات أن نزل منها لبن غزير وشرب منه هو وصاحبه ثم سقي بن مسعود معهما وهو لا يكاد يصدق ما يرى آه يا أصدقائي هنا بقى فعلا بعد ما الرجل اللي هو الشيخ ده مسح على الشاه وقرأ عليها اسم الله نزل منها لبن غزير وكسير وشرب منه هو وصاحبه الذي كان معهم وكمان شربه عبد الله بن مسعود معهم منها وهو ما كانش مصدق نفسه إزاي شاية صغيرة كده وتجيب اللبن الغزير ده كله فلما ارتويان قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني من هذا القول الذي قلته فقال له إنك غلام معلم كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الإسلام فلم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن صاحبه إلا أبا بكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه شفت المفاجأة دي بقى يا أصدقائي الشيخان والرجلان اللي احنا بنتحدث معهم في القصة من بدايتها طلع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق وهنا طبعا ابن مسعود عبد الله بن مسعود كان يقول للرسول هو لم يكن يعلم من هو ولم يكن يعلم من صاحبه فهو طبعا لما شافه وهو يقرأ على الشاه اسمه الله ويمسح عليها طلب منه أنه يعلمه إزاي يعمل كده فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه غلام معلم يعني هو كده ده أول درس تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم ودي كانت بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام فطبعا يا أصدقائي ده كان الرجلان دول الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر السدي أسلم عبد الله بن مسعود ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم حبا فيه كان ابن مسعود من أقرأ الصحابة للكرآن وأفقههم بمعانيه وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من صره أن يقرأ الكرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على كراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود هنا يا أصدقائي طبعا عبد الله بن مسعود بعد ما تعلم وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم وشافه طبعا أسلم عبد الله بن مسعود وكمان بقى مع الرسول ولزمه وطبعا كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا وكان يا أولاد من أقرأ الصحابة للكرآن وكان بيفهم كل معاني الكرآن حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يقرأ الكرآن إلا حابب أن هو يقرأ الكرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على كراءة ابن أم عبد اللي عايز يقرأ الكرآن كما نزل وبضقة فليقرأه على كراءة عبد الله بن مسعود ومعينا دلوقتي السؤال المتفوقين بيقول ده علامة صح أو خطأ الشيخان هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بق نول تاني الشيخ الشيخان هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ترى العبارة دي صحة أم خطأ مستنيين الإجابة في التعليقات أول من جهر بالكرآن ذات يوم اجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا والله ما سمعت كريش هذا الكرآن يجهر به أبدا فمن يسمع يسمعهم إياه فقال عبد الله بن مسعود أنا أسمعهم إياه ثم ذهب إلى فناء الكعبة وبدأ في تلاوة سورة الرحمن جهرا وعلانيا وهكذا كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالكرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يا أصدقاء إحنا عارفين أن كريش كانت من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته الإسلامية وطبعا كان يا أولاد اللي بيعطنق الدين الإسلامي كان بيعطنقه سرا لأنه كان يخاف من كريش وما كانوا يفعلوه بمن يعتنق الإسلام وطبعا في يوم من الأيام وأصحاب الرسول مجتمعين مع بعض قالوا والله ما سمعت كريش هذا الكرآن يجهر به أبدا فمن يسمعهم إياه قالوا أنه ما فيش حد تجرى أنه يجهر به الكرآن أمام كريش ففي حد عنده الجراءة أنه هو يقوم بقراءة وتلاوة الكرآن أمامهم فقال عبد الله بن مسعود أنا أسمعهم إياه أنا اللي هسمعهم الكرآن الكريم ذهب إلى فناء الكعبة ذهب لساحة الكعبة وبدأ في كراءة سورة الرحمن جهرا وعلانية يعني وقف في ساحة الكعبة وبدأ بصوت عالي يقرأ سورة الرحمن وهكذا كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالكرآن الكريم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنا سؤال المتفوقين من القائل؟ دلني على شاة صغيرة في السن لم ينزل عليها لبء اللبن تقول تاني دلني على شاة صغيرة في السن لم ينزل عليها اللبن فكر كده فكر في الإجابة ومين اللي قال العبارة دي ومستنيين الإجابة في التعليقات طيب ومعنا التدريب بيقول أكمل كان عبد الله بن مسعود نقط من جهر بالكرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أول أحسنتي كان عبد الله بن مسعود يعمل رائي للأغنام طيب رقم ثلاثة كان عبد الله بن مسعود حسن نقط بالكرآن الكريم كان عبد الله بن مسعود حسن الصوت بالكرآن الكريم أحسنتي صديقتي ورابع عبارة معنا أسلم عبد الله بن مسعود ولازم نقط حبا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طيب ومعنا ضع علامة صح أو خطأ ضع علامة صح أو خطأ أول عبارة معنا عبد الله بن مسعود ثاني من جهر بالكرآن صح أم خطأ خطأ أول من جهر بالكرآن أحسنتي نتمنى يا أصدقائنا تكونوا فهمتوا قصة عبد الله بن مسعود واستفدتوا منها واستمتعتوا بيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر